موسيقى 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 يقارب 5 سنوات وتعلمون أن التقدم في الجنح هو 4 سنوات هذا من جيد من جيدة أخرى في الموضوع نركزنا على تناول وجهة نظر النيابة العامة في الجلسة الفريطة دافعت على المتابعة بشكل مستميت بشكل رائع جدا نقدر هذا المسألة ولكن نحن كدفع في إطار القيام بالمهام ديالنا والرسالة ديالنا هذ المتهمين اللي كان أزرهم طبيعة الحالة ممنصبون إلا باش ندافعوا عليهم وإيمانا بالبراءة ديالهم من الأفعال المنصوبة اللي حاولنا جهد المستطاع أننا نفندو المتابعة ديال النيابة العامة وتناولنا وسائل الإثبات اللي كان في الميلف اللي هي عبارة عن تصريحات ديال الضحايا وكذلك بعد الشهود الضحايا منهم من كان شاهدا حضروا أدى اليميل القانونية والبعض الآخر تنصب كطرف مدني وربما راكم لحتوا في الجلسة الفريطة عيشتوا هذه المسألة وسائل الإثبات حنا في نظرنا كتب لنا بأنها غير كافية لإذانتهم التهم المنصوبة إليمية تقيلة جدا وخاطرة جدا ولكن يعويزها الإثبات سيما وأننا نقول لك من أي ناحية لأنه من اللي تجيض ضحية للمفروض أنها هي من تضررت وعانت من الجريمة المزعومون من سوى الهد الأضنة كتجي أمام المحكمة وتأدي اليمين القانونية تقول لك أنا هاتش ما قلتوش وهاتش ما كينش وما عمرو ما حصل نحن ما غاديش نكون أكثر من ضحية حرصا على مصالحها وعلى حقوقها وعلى شرفها من اللي تجي الضحية وتجي المحكمة وتقول لك تأدي اليمين وتتقول لك أنه هاتش ما كينش وما عمرو حصل فبطبيعة الحال هذه مسألة تفسر لمصلحتي الأضنة وهي تخدم مصلحتهم وتؤكد قارنة البراءة كين بعد الشهادة الأخرى ولكن نعتقد أنها شهادة غير كافية لإدانة الأساتذة بالنظر إلى أن الأساتذة كين كرو هاد الواقع المنسبة إليهم كذلك حتى شهادة الشهود يعني ما مرتكسش على أساس من اللي الشاهد كيتواجه مع الضحية في المحكمة وكتقول له هاتش ما كينش لتقول لك تبعك ما كينش والمتهم تقول ما كينش كي يجي شاهد تقول كين بطبيعة الحال تبقى الموقف دي المتهم كيكون في مركز قوة وبالتالي احنا الأمل دينا كبير في أنه إن شاء الله الحكم اللي سيصدروا في القديمة سيكونوا عادلين وسينصفهم وهذه السكرينات ديال هذيك المحادثة النصية عبر الواتساب كانت خارجة للعموم كانت خارجة للعموم وقبل من ولكن احنا كان نبقى ونحصار موريسالتنا كدفاع رأى خارجة عند العموم كانت المحاضر وكانت تكرر رسائل النصيات وكل شي كين وشفناه ولكن احنا كدفاع رأى عندنا دوابط دوابط اللي كتنضم المهمة دينا إذا ما كينش مشكيل طرح عند السريحنا مستعدين نقشوكو أما أنا ما كنتحملش المسؤولية ديال الناس اللي خرجوه المحاضر ديال دوابط القضائية ولا ديكل الرسائل ديال الواتساب ولا كده ما كنتحملش مسؤولية فيها كيناس في يد حسابات كيناس في يد حسابات وكيناس اللي داخلين علمي وكانت عندهم أغرض أخرى وهد النس كيتحاسبوا على مواقفهم سياسية ها المتهمين لا سيا مجوش لمعتقلين الخبرة اللي دارت الفرقة الوطنية ما دارتش على الرسائل النصية دارت على فقط على المكالمات اللي كانت عبر الهاتف وما كانش المضمون ديالها سجلت استنجات بأنه هد الهاتف ديال خرجت منه مكالمات مع المسمات مع الضحايا وممكن قاعد نسميهم لكم هم بخرجوا للعموم كينا أختي ديالها على ما أعتقد ويصلوا لشعر على كل حال تقولوا بأنه هاد المكالمات خارجين سي منكرش هاد شي وحتى الضحايا منكروهاش من اللي جاو السنطات لهم محكامة قلهم احنا كنا كانت تواصلوا معها باعتبار أولا أنه صديق العائلة تانيا أنه أستاذ ديالنا تالتا أنه ابن الحي ابن الدائرة وكان مرشح لمنصب يشغلوا في المجلس الجامعي ديال مدينة أبي الجاد وحنا كنا مساعدينو في الحملاء الانتخابية وبالتالي راحنا كان كيجي وحتى مقر الساكن ديال ديال هالضحايا لسيما الاخوات هذا كان مقر ديال الاقتراح بالقرب من الدار ديالهم وكانوا كيجيوا عندهم الناخبين وكيدخلوا عندهم ويستقبلوهم وكذا وكذا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس اشتركوا في القناة